صباح الخير كل يوم من ضمن تقوصي اليومية ان انا اقول لنفسي اه اه يعني ايه يعني كل يوم بكل طريقة ممكنة هكون احسن واحسن وهاحسن وده من الحاجات اللي تعلمتها من قراءاتي ومن كلامي حتى معجودي عن ما يسمى بعقلية النمو احنا بنتولد بعدد معين من الخلايا العصبية ما بيتغيرش لكن في حاجة بقى هي اللي بتتغير اللي بيتغير هو عدد ونوعية الارتباطات بين الخلايا العصبية وكل ما تحدينا نفسنا وعملنا حاجة جديدة وتعلمنا شيء جديد كل ما زادت الارتباطات دي بين الخلايا العصبية وكل ما مخينا نمى مع ان لسنين طويلة قوي العلماء كانوا فاكرين ان الجهاز العصبي جهاز استاتيك يعني ما بيتغيرش غير الجهاز العضلي غير اجهزة الجسم اللي قادرة على تجديد نفسها ورغم ان ده يعني جزئيا صح ان مخنا وجهازنا العصبي ما بيقدرش يجدد نفسه ولكن زي ما بقولكم ان احنا قادرين ان احنا نبني ارتباطات جديدة وجزء كبير قوي من بناء الارتباطات الجديدة دي بيكون جاي من التشجيع وده الموقف اللي انا حبيت النهار ده اتكلم عنه انا لسه بتكلم على المواقف او الاحداث او اللحظات اللي بتمر في حياتنا اللي ما بترجعش حياتنا زي الاول ومش لازم يبقى كل المواقف بتغير حياتنا للأوحش فيه مواقف بتغير حياتنا للأحسن الموقف ده ويمكن مش من حياتي انا او القصة اللي انا هحكيها لكم مش من حياتي انا ولكن من حياة بابايا بابايا بيحكيلي ان هو طبعا اتيتم وهو عنده سنتين والده توفى وهو عنده سنتين وهو اصغر اخواته واخول كبير ما كانش كبير اوي يعني ما كانش راجل كبير ده كان برضو طفل عنده 11 سنة وفجأة اخول كبير لقى نفسه ان هو جزئيا مسؤول عن الاسرة ومسؤول عن المحلات وتجارة ابوه و يعني ومش بس كده كمان مسؤول عن تربية اخواته اللي اصغر منه فطبعا يعني كان حمل كبير اوي على طفل عنده 11 سنة خصوصا ان هو ملحقش يتعلم ازاي يبقى كبير ملحقش يتعلم ازاي يدير مال ملحقش يتعلم ازاي يبقى رب اسرة كان صعب اوي عليه من حكاوي بابايا ان عمي كان حنين اوي 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 في نفس الوقت كان قاسي جدا جدا وكان بيدربه كتير وكان بيدربه على اي حاجة وكل حاجة لغاية ما بقى بابا عنده 14 سنة 14 سنة يعني عمي عنده 25 سنة وفي الطول بقوا طول بعض بل بالعكس بابا كمان كبر ان هو بقى اطول شوية من عمي وحصل موقف وبابايا قال لصاحبه ينهر اسود اخويا حيدربني اخويا حيطاني هنا عشتي فصاحبه قال له مش عيب مش عيب عليك يبقى عندك 14 سنة ولسه اخوك الكبير بيدربك يعني ازاي ده ازاي تقبل المهانة دي وده كله عشان ايه عشان كنا بنلعب وهدومك توسخت طب ما هنت ممكن تبقى بتشتغل في المحل ولا بتعمل اي حاجة وبرضو هدومك تتوسخ في يوميها يعني ايه بابا بيقول لي تشحنت صاحبي ده شحني فلما روحت البيت وهدومي متوسخة واللي هتغسل الهدوم هي امهم فعمي بيزعق فيه وهيجي يضربه فرح بابا ماسك ايده وقال له ايه انت كل شوية تضربني ما هم ممكن هدومي تتوسخ من اي حاجة مش هارف ايه وقفت وقفت كمان جدتي الام بينهم قال لي دي كان اخر مرة عمي حاول انه يضربه فبيقول لي فجأة جاني جاني كده فورة من الشجاعة ما هو كلمة التشجيع دي جاية منين كلمة التشجيع جاية من الشجاعة يعني زرع الشجاعة في قلب شخص ما ده بقى فكرني كنا على البحر واعتقد كنا في بورس عيد وكان فيه اللي هو البرج اللي بيرقبه منه اللي هو برج الريات اللي بيبقوا حاطين فيه راية سودة او راية خضرة او راية صفرة عشان الناس تعرف حالة البحر ايه وتنزل للبحر او ما تنزلش فبابايا يوميها قال لي اطلعي البرج فانا قلت له اطلعي البرج ده عالي قوي قال لي وايه يعني اطلعي البرج ما هو تحتيكي مية مش هتقعي على الارض ونطي يا خبره ابيض اطلعي من فوق البرج اه ففعلا طلعت وطلعت لغاية اخر حاجة وقال لي نطي 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 وانا يعني 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 فعلا كنت خايفة فعلا كنت خايفة وكنت صغيرة كنت ايه مثلا 8 سنين 9 سنين وروحت فعلا نطى في المية طبعا عايز اقول لكم يعني ان هي كانت نطى اي كلام لان انا يعني ما 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 اتمرنتش ان انا اكون دايبر وان انا انط والكلام دو فكانت نطى اي كلام وعورت نفسي كمان في الحديد المصدي اللي معمول منه البرج وطبعا نزلت بس بابا يعني كان تحت في المية فامسكني وقعدنا نضحك والكلام دو وطلعت لقيت رجليا متعورة ولا همني وطلعت تاني ونطيت تاني ونطيت اكتر من مرة في الاجازة دي ده موقف مثلا اعتقد ان هو من المواقف اللي ما خلتش يجي عندي خوف من الاماكن العالية تعدي السنين واروح مع زميلي اللي كانوا في قسم عمارة ونروح نعمل رحلة في القاهرة القديمة ونروح سوا وندخل مسجد السلطان حسن ونطلع المئذنة وانا كنت الوحيدة اللي طلعت المئذنة لغاية اخرها وما خفتش ولما بيجي في اي موقف ان انا بطلع في اي دور عالي ما بخافش مش شرط ان انا كده معناه ان انا شجاعة وما بخافش من اي حاجة لا اكيد بخاف انا بخاف من الضلمة مثلا لكن ما بخافش من الادوار العالية تخيلوا اخاف من الضلمة في قطي لكن ما خافش من الادوار العالية ليه؟ لان بردو في في لحظة من اللحظات اتزرع فيها خوف من الضلمة بشكل او باخر الشجاعة ممكن نفتكرها ان هي ان احنا ما بنخافش هي عكس الخوف لكن مش شرط هي الشجاعة ان انت تلاقي في نفسك القوة لعمل ما مش شرط ان انا مش خايفة منه لا طبعا انا خايفة انا خايفة اقع انا خايفة اتعور انا خايفة اتخبط في اي حاجة انا خايفة حادي ازيني انا خايفة اطلع على الستيج مثلا لو عندي بريزنتيشن وعق الدنيا ودي حصلت كتير كان جزء كبير من شغلي ان انا بتكلم مع الناس بعمل بريزنتيشن مثلا قدام مجلس ادارة بعمل بريزنتيشن قدام فريق عمل وبقوم اهبل عادي جدا او انسى جزء من المعلومات اللي انا كنت بقولها او اتسئل سؤال ومعرفش ارد عليه فارتبك فالبريزنتيشن تضيع بعدها او ماكنش مستعدة كويس فكلامي يطلع مش موزون او مش مترابط او او مثلا الخوف مثلا شاب معجب ببنت وخايف انها ترفضه وخايف انها تصده فلا خلاص يبقى مش هعمل اصلا او خايف ادخل امتحان واسقط فيه او 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 نقدم على هذا العمل رغم الخوف هي دي الشجاعة والشجاعة مش بتتولد فينا في يعني جزء منها جاي من الغريزة ودي عادة اللي هي مرتبطة بالحفاظ على الحياة احنا ليه بنخاف من الاماكن العالية عشان بنخاف نقعة عشان لما نقع احنا مش زي الطيور بنقدر نطير لو انا هنموت ليه ناس بتخاف من البحر لانها ما بتعرفش تقوم لانها عارفة انها لو نزلت تحت الماء مش هتقدر تتنفس فدي حاجات خوف مرتبط بالبقاء في خوف من حيونات معينة يعني من ضمن الحاجات اللي قريتها ان احنا اغلب الناس بتخاف من التعبان ويمكن دي حاجة زرعت جوانا عبر رحلة التطور اللي مر بيها البشر واللي مر بيها الكون ان احنا بنخاف من كائنات معينة منها العقرب والعنكبوت والتعبان لان الكائنات دي سامة واحنا ما بنتعرف ما بنتعرفش نتعامل معاها وما بنتعرفش نهرب منها يعني ممكن الاسد تجري منه فتهرب او تطلع فوق شجرة فتهرب لجنة التعبان حركاته اسرع مننا مثلا فالموقف اللي انا عايز اتكلم عنه النهاردة هو التشجيع مين في حياتنا اللي جاه في لحظة من اللحظات ودنا جرعة من التشجيع انت تقدر تعمل كده ما تخافش استجمع قوتك وروح تعال على نفسك واعمل هذا الامر زي صاحب بابا وهو صغير لما قاله انت ازاي اصلا تبقى في السن ده وبتتضرب زي ما بابايا قال لي نطي ما تخافيش والتشجيع يعني مرتبط اوي بالثقة انا ممكن حد يقول لي نطي ما تخافيش ولأ ما نطش لاني مش واثقة فيه ممكن اكون مش واثقة في حكمه مش واثقة في رأيه مش واثقة في قدرته على تقييم الامور انت بتقولي ان اقدر انط بس لا انا انا شكة فيك انا مقلقة لا ما اعتقدش ان انت كلامك صح او لما قال لي انا هو انا همسكك انا واثقة ان هو هيمسكني انا انا واثقة انا واثقة المدير المدير ويمكن ده موقف حصل شاب من الشباب طبعا يعني الوقت راجل كبير لكن لما كنا بنتكلم كنا شباب صغيرين بيحكي لي على موقف حصله في شغل من الاشغال بتاعته ان كان في لهم مطالبات فقرروا هو ومجموعة من المهندسين ان هم يروحوا للمدير ويكلموا وفعلا دخلوا عند المدير وكلهم سكتين واحد زقوا كده يعني ايه يلا انت تكلم فابتدى يتكلم فالمدير بص للموظفين التانيين المهندسين التانيين وقال لهم انتم مفقين على الكلام اللهبل اللي هو بيقوله ده انتم مفقين على العكل اللي هو بيقوله ده انتم مفقين على مش عارف ايه اتخضوا سكتوا ما تكلموش وهو لبس الليلة كلها طبعا المدير استقصدوا وقزا وفضل وراه لغاية مساب الشركة لانها كانت شجاعة مش مدعومة بثقة او ثقة تحطت في غير موضعها اه هو اقدم على الفعل واصبح هو هو المتحدس الرسمي للمجموعة دية ولكن المدير بزكاء ودهاء فصلوا عنهم شكك في كلامه وخلى منظره يبقى وحش وزع زع ثقتهم فيه وثقة هذا الشاب فيهم فبالتالي ما لقاش اللي يدعمه ما لقاش اللي يقوله بس يا فندم اصلا هو برضو فيه كذا وكذا وكذا حد يؤكد على هذا الكلام فيه مواقف كتير قوي بنتحط فيها وما بنعملش اللي مفروض ان احنا نعمله وما بنقفش الوقفة اللي مفروض ان احنا نقفها مش عشان احنا ما عندناش القدرة او ما عندناش الزكاء او ما عندناش العلم ما عندناش القوة النفسية ان احنا نقدم على هذا الفعل ونعمله ما عندناش كمان التصالح بيننا وبين نفسنا ان احنا اه انا ممكن اعمل الموضوع دو وغلط دي مش اخر الدنيا انا ممكن اعمل الموضوع دو وتطلع النتيجة نص نص مش اخر الدنيا برضو انا ممكن اعمل الموضوع ده وافشل مش اخر الدنيا فالنهاردة وانا بفكر في المواقف اللي مرت علي وغيرت من حياتي لقيت ان كان في مواقف تشجيع مواقف تشجيع من ناس امنت بيا وامنت بقدرتي على شيء معين من ضمن المواقف اه مدير انا قدين له بالفضل انه خلاني مديرة ادارة وانا عندي تمانية وعشرين سنة وكل مدراء الادارات التانيين اصغر واحد فيهم كان عنده خمسين سنة او يمكن فوق الخمسين كمان وازاي تيجي بنت عيلة تمانية وعشرين سنة خبرتي كانت قد ايه كنت متخرجة انا تخرجت عندي اتنين وعشرين سنة خبرتي ست سنين هل ست سنين يعني اه ممكن اكون في الست سنين دي ادارت خطوط انتاج ادارت مشاريع اه لكن ان انا يعني ادير ادارة هو امن بقدرتي وشجعني على ده والتشجيع ان هو زرع فيي الشجاعة انت تقداري تعملي الكلام ده انت عندك القدرات انك تعملي الكلام ده انا بكر في مرة من المرات بيقول لي انا عارف ان انت مش عارفة كل حاجة في الدنيا وان خبرتك برضو محدودة ولكن عندك الحاجات اللي تقداري تبردج ده جاب ان فيه فجوة في التعلم هنا او في علمك او في امكانياتك او في قدراتك وتقداري تملي الفجوة دي بجهد زيادة بتعلم حاجات زيادة بانك تغلطي وتصلاحي غلطك هنا بقى اه في منظومة التشجيع دي احنا احيانا بنبقى المشجع واحيانا بنكون متلقي التشجيع فالنهاردة كنت بفكر في المواقف اللي انا شجعت فيها حد وهذا الشخص مش شرط ان هو يكون اصغر مني مش شرط يكون مرقوس من مرقوسيني او ابني احيانا شجعتي جوزك النهاردة شجعتي قلتي له ان انت مؤمنة بقدرته على ان هو يعمل حاجة ولا اه قعدتي تقولي له اه اصلا انت فيك وكذا 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 اصلا انت عيوبك كذا وكذا وكذا كلامك اللي بتقوليه بيهز ثقة في نفسه ولا بيتدي له الثقة في النفس انه يعمل حاجات للاسف فيه ستات كتير بتستمتع ان هي تخلي جوزها يشعر بالضقالة المشكلة انت يعني مش ممكن حتكوني مرات الاسد وانت مش سامحة لهذا الاسد انه يبقى اسد ما ينفعش ما ينفعش لولادي اقول له لا ما تنطش ما تعملش اقول له اه ما تنطش عشان النطة دي كبيرة على قدراتك دلوقتي وفيه موقف فيه امكان انا كمان اتكلمت عنه في كتابي طفولة بلا زوابع هحط لكم لينك في الديسكريبشن بوكس ازاي تشتروا الكتاب الكتاب دلوقتي مطبوع في الاسواق وفيه رقم واتساب تقدروا تتصلوا بيه تطلبوا الكتاب وهيجي لكم لغاية البيت ففيه موقف انا بقوله في الكتاب دوة عن موقف حصل مع ابني وكان صغير يمكن كان سنة ونص وكان فيه زحلقة جبيرة قوي 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 عشان يتزحلق على الزحلقة دي لازم يطلع ثلالم كتير قوي والولد عنده الشجاعة وعنده الرغبة في انه يطلع الثلالم دي ومش خايف وايز ينزل فطبعا كان فيه صاحباتي كانت خروجة وكنا كلنا مع بعض لا ايه وعي الولد صغير على الزحلقة دي يا زحلقة دي كبيرة قوي عليه فقلت الجوزي استناه تحت وطلع هو فخدت ايديه وخليته يمسك في الدربزين بتاع السلم وانا وراه فعلا ماشي وراه حتى ادية كده علشان لو اختل توزنه الحقه والولد فضل يطلع سلمة وراه سلمة سلمة وراه سلمة سلمة وراه سلمة لغاية وما طالع لغاية فوق خالص ويييه وراح نازل وجوزي تلقاه اه طبعا انا ما فوتش الفرصة وراح تنازل انا كمان لانا كنت بحب ないعب مع الولاد بغض النظر عن الناس هتقول ايه وتتكلم هيتكلمم كده هيتكلموا وكده هيتكلمه مش مهم بس ما حاولتش ان انا اخوف ابني فيرهب مواقف بعد كده الله اعلم ممكن تكون ايه في مرة تانية بس كان اكبر شوية يمكن كان 3 سنين او 4 سنين وكن عند والدتي وكان واقف مثلا على بعد 5-6 سلمات وعايز ينط فقلت له لا دول سلمات كتير تعال هنا الاولانية ونط ايه برافو اطلع بقى سلمتين ونط اطلع 3 سلمات ونط وخلاص ما سمحتلوش ان هو ينط اكتر من كده السنة اللي بعدها هو اللي بنفسه افتكر وطلع 5 سلمات ورح ناطط وقال لي ماما المرة اللي فاتت انا معرفتش انط المرة دي انا نطيت 5 سلمات ونط بقى الستة لغاية تم نط من 10 سلمات شوية شوية كل ما نبني قدراتنا مفروض ان يبقى عندنا شجاعة اكتر لعمل حاجة اكبر من الحاجات اللي تكلمت عنها ليه انا ما بخافش من التقدم في العمر والكلام دو لاني بقى عندي شجاعة اكتر شجاعني اقول اللي انا عايز اقوله لاني بقيت عارف ارتب افكاري بقيت عارف الصح من الغلط بقى ليه نظرة بقى ليه وجهة نظر في امور كتيرة فما بخافش ان انا اقول افكاري وكمان اتعرضت لنقد كتير واحيانا كان بيبقى منه لقد نازع لازع فتعلمت ازاي يرد على النقد ازاي انه ما يقصرش فيه فاحيانا بنحتاج التشجيع من شخص مؤمن بينا فيزرع الشجاعة في قلبنا يبست يدينا جرعة كأنه بيدينا حقنة كده حقنة شجاعة بس مش في كل الاحيان بنلاقي هذا الشخص المشجع نعمل ايه نشجع بقى احنا نفسنا يا بيتة حنونة هتعرفي تعملي الكلام ده في موقف تاني لا انت مديرة انت عندك خبرة انت متعلمة انت تقدري تعملي الكلام ده اني يجي مثلا في موقف ما تكلمناش فيه انا ليه ما تكلمتش هنا ونحوط بقى انا ليه ما تكلمتش هنا ما بعودش اجلد نفسي انا كنت في موقف وما تكلمتش هل في فرصة ان انا اتكلم وخلي صوتي يوصل للناس اللي مفروض يوصل لهم لا خلاص ضاعت الفرصة يبقى خلاص خلص الموقف انتهى الموضوع اتعلم واخد نوت واكتب كده المرة الجاية لما تبقي في موقف شبيه لازم تتكلم ويمكن في موقف يعني قريب جدا جدا حصل وكان فيه جلسة عائلية ومناقشات والكلام دو وكان فيه كلام غلط بيتقال وكلام مش حقيقي بيتقال كذب وكلام ما تقالش ما هو الكذب ان انت تقول كلام مغير للحقيقة وفيه نوع تاني من الكذب انك تخفي جزء من الحقيقة وانا كنت سكتة ما تكلمتش ما قلتش لا ده ما حصلش او لا فيه جزء من الحقيقة ما تقالش بعد ما روحت البيت عدت فكرت وحتى صليت كمان استخار وقلت ايه ده لا اللي حصل ده ظلم وظلم كبير قوي لي وما ينفعش ولازم يعني ما هو الظلم ده منكر واحنا مأمورين يعني ما رأى منكم منكرا ان احنا نغيره وفيه ظلم وقع علي والظلم يقع تحت بند المنكر فلازم اغيره لازم اغيره بالايد بالفعل باللسان لو ما قدرتش بقى وانا ضعيفة خلاص يبقى بقلبي وهذا اضعف الايمان يعني خلاص بقى لازم يعني اسيب الموقف يعدي فما سيبتش الموقف يعدي لان كنت عارفة ومدركة ان لا لسه فيه خطوة ممكن تتعمل وروحت وطلبت اجتماع تاني وقعدنا وتكلمنا وقلت بقى اللي انا كان مفروض اقوله في المرة الاولانية وانا ما قلتوش اه انا اللي شجعت نفسي يقولك انا استجمعت شجاعتي عارفين يعني ايه استجمع شجاعته يعني يجمعها حتت 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 يعني كأنها متبعترة وانا قاعدة عمالة بلمها لغاية اما تتكوم كده وتبقى حاجة كده سبستانشال حاجة قوية هي اللي تديني تدافع ان انا اتصرف وان انا اعمل وان انا اقول وان انا اغير اللي عايز يغير الكون يقدر لو عنده الشجاعة الكافية انه يغير الكون وان هو يحط في اعتباره ان النتيجة ممكن ما تكونش على هواه ناس كتير قوي من اللي بنسمع اسميها دلوقتي والمؤثرة في التاريخ اتقتلت هم عملوا لنفسهم اسم في التاريخ بس كانت تمن ان هم يتقتلوا بس عملوا لنفسهم اسم فانا لو عندي الشجاعة وموافقة على النتيجة المحتملة دي ليه لا فاحنا مش ضعفة ويمكن في موقف تاني هكلمكم عنه بكرا اللي هو لحظة الضعف لكن النهاردة انا بتكلم على التشجيع على لحظة الشجاعة احنا مش ضعفة احنا عندنا نقاط قوة ونقاط ضعف لكن عندنا نقاط قوة والزكاء ان احنا نستخدم نقاط القوة دي وحاجات كتير قوي على فكرة من اللي ممكن نعتبرها ضعف في مواقف تانية تبقى هي نقطة قوة دايما مثلا نتكلم على الناس اللي هي الحساسة السنستيف قوي اللي هي بتحس بمشاعر الناس وآلام الناس والكلام دو تبص تلاقيهم لما بيتكلموا على الخصلة دي في نفسهم يتكلموا عنها ان هي ضعف اصلا انا حساس قوي اصلا اي اقل كلمة تجرحني في مواقف معينة ده ممكن يكون قوة لاني اقدر احس بآلام الاخرين فاقدر اساعدهم اقدر اكون جنبهم فتبقى سمعتي مبنية على ان انا بحس بآلام الناس الناس بتلجألي وهي زعلانة ومكسورة ومجروحة وبتستمد مني التفاؤل والكلام ده كله مع ان انا ممكن اكون انسان حساس او انسانة حساسة وده عيب فيه لا هو عيب في سياق معين لكن في سياق اخر ده حاجة كويسة فعشان ما اطولش عليكم النهاردة كل واحد فينا وكل واحدة فينا نفكر كده سوا ايه لحظات الشجاعة اللي مرت في حياتي مين اللي شجعني هل التشجيع ده كان من برة واللي من جواية والنتيجة كانت ايه هل نتيجة ايجابية ولا نتيجة سلبية طيب لو نتيجة سلبية هي سلبية ليه وإيه اللي اقدر اعمله المرة الجاية عشان برضو احصل على نتيجة ايجابية اعتقد ان لحظات الشجاعة اللي بتبقى موجودة في حياتنا بتبقى لحظات فارقة واللي عمر حياتنا ما بترجع زي الاول ومش شرط انها بتيجي بالخسارة في اوقات كتير قوي بيكون لها نتيجة ايجابية كويسة اشوفكو بكرا ان شاء الله اشتركوا في القناة